لغة أرقام بتعكس تفوق الأهلي على كل الأندية المغربية والحقيقة خليني أقول كمان بالذات تحت قيادة بيتسو موسيماني الحقيقة الهيمنة أفريقية الأهلي مع موسيماني الحقيقة هزم أو لم يخسر أساسا من أي نادي من كبار القرى الأفريقية بالعكس تفوق على كل الكبار في أفريقيا تفوق على الوداد المغربي زهابا وإيابا تفوق على الترجل التونسي زهابا وإيابا تفوق على سانداونز تفوق على كايزر تشيفس في النهاية تفوق على الزمالك المصري. ويبقى الرجاء ضحية محتملة البيتسو المسلماني والنادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي نأملها. وإن شاء الله بإذن الله لصالح النادي الأهلي. وتبقى في القائمة يمكن أن ينبى النيجيري ومازينبي الجنغولي. أعتقد دولي يا شريف القائمة الضحية. شريف سلم محلمة ده. هكلمنا أكثر عن الرجاء النهاردة بالأرقام. نتعرف على فرقة تقريبا شبه جديدة بسأخير يا شريف من نور الدنيا. الله يخليك. شكرا. الرجاء السنة دي مختلف بشكل كبير عن الرجاء اللي تبعناه في نسخة النجمة التاسع لحقا نادي الأهلي. كان طرف في قبل النهائي لنادي الزمالك المصري. وتفوق عليه نادي الزمالك ووصل الأهلي عشان يوجه في النهائي. ومختلف برضو عن نسخة الرجاء اللي فاس بال كونفيدرالي. الاختلاف في الأسلوب والفلسفة مش كبير. بس الاختلاف في الأسماء طبعا. فيه اختلاف كبير في الأسماء. الأسماء سواء لعبين أو كجهاز فني طبعا. أو كجهاز فني. أعتقد الرجاء تخلى عن تقريبا حوالي 13 لعب في الويندو اللي فات. ودخلنا تقريبا حوالي 14 لعب. تخلى عن نجوم مهمة. تسمح لي يا شريف يمكن اللقطات اللي منالها لحضراتكم. طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وصل دلوقتي لمكان تدريب النادي الأهلي مع رئيس الاتحاد القطري. معها طبعا هاني أبو ريدا. الأساس طارق أنديل طبعا. عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ظاهر كمان في الصورة. ولحظات طبعا وكابتن الخطيب هيكون موجود عشان يتابع تمرين الفريق. فضل يا شريف. الاختلاف في الفلسفة مش كبير. تعريبا نفس الأداء نفس الفلسفة اللي احنا تعاودنا نشوف عليها الرجاء في السنين الفاتت. بس يمكن الأسماء مختلفة شوية. الرجاء تخلى عن النجوم اللي موجودة عنده. نتكلم على مالونجو وصفيان رحيمي اللي اتنين خرجوا. دخل بعض اللعيبة اللي يمكن أهمهم حميد أحداد حميد أحداد. يعني اللعيبة برضو مرت على الدور المصري. شوفنا نهيري كمان موجود. شوفناه في البطولة العربية مع منتخب المغرب. فيه كمال. كم لعب دولي في قيمة الرجل؟ أعتقد بنتكلم على الحداشر اللي موجودين على الأقل كلهم دوليين باستثناء كوية تي. اللي ما بيلعبش أساسي. بيلعب مكانه حليل. ده صفقة جديدة برضو. ده جاي من من تيبي مازمبي. من مازمبي. جاي آه. فري ترانسفير. ترجمة نانسي قنقر.